السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيف امير اليوم سنحضر مع بعض حلوات سهلة بسيطة اقتصادية سريعة والأهم انه ستعطيكم كمية كبيرة هذه الحلوات تأتي ببنينا تأتي هيلة دوفلية قبل الفم وكل ما تجعلها تبات كتر وكتر كل ما ستأتي ببنينا اذا عندما نطول عليكم سنجدكم مع الوصفات عنها اليوم اذا عجبتكم لا تنسوا الضغط على زر اللايك الاشتراك في القناة فضلا وليس امرا وتفعيل زر الجرس لكي تتواصلوا بجديد الوصفات سنجدكم مع هذه الوصفة الرائعة ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة اذا اول حاجة في ايناء سنضع 500 جرام تعمل مارغارين لتكونترية سنضيف عليها نصف كاس على سكر عادي هنا يستعمل الكاس على 220 ميليلتر سنضيف عليها اربع سافر تحبات بيت لكون حجم متوسط اذا كان لبيت تحبات كبيرة سنضيف ثلاث سافر فقط سنضيف رشة ملح ثم سنخلط هذه المكونات جيدا باستعمال الخلاط الكهربائي لمدة 3 دقائق تقدروا ايضا انكم تستعملوا الخلاط اليدوي اذا بالنسبة لهذه المكونات اللي استعملناهم رح نعطوكم حوالي 50 حبة اذا كنتوا حابين انكم نقصوا في الكمية فمعلكم ستقسموا هذه المكونات على اثنين اذا بعد ما كملتوا خلط هذه المكونات جيدا لمدة 3 دقائق حتى تحصلوا على هذه النتيجة في هذه المرحلة سنضيف كاس تاكوكو اللي يكون محمص او مرحي هنا يستعمل الكاس تاكوكو 220 مللتر ونضيف عليها ايضا ملعقة صغيرة فانيليا اما سائلة او بودرة ونكمن نخلط هذه المكونات جيدا حتى جانسونا مع بعض اذا كما شفتوا في المرحلة الاولى كنا خلطنا المكونات جيدا لمدة 3 دقائق اما المرحلة التانية فرحين فقط ندخلوا هذه الكوكو والفانيليا مع باقية المكونات اذا في هذه المرحلة سنضيف الكميات على الفارينة او دقيق الابياد تدريجيا حتى تحصلوا للقاوام المناسبة على العجينة وكما دائما نقول لكم قبل ان اضيفوا اي مادة جافة اما الفارينة والسكر البودرة والكاكاو والمايزينة مثلا لازم عليكم تغرب لهم مليح وتصفوهم حتى تخلصوا من كامل الشوائب وايضا الحلوة تاكم مهوية بعد ان اضيفنا الكمية الاولى على الفارينة سنضيف هنا كيس خامية الحلويات وزن 10 جرام لا تنسى وحش اضيفه ايضا غرب له وصفوه مليح سنكمن نخلط هذه المكونات جيدا بعد ان اضيفنا الفارينة والدقيق الابيض حاولوا انكم تدخلوا جيدا في العجين حتى تدخل كامل الكمية الاولى حتى تضيفوا الكمية الثانية هاكده بوش العجينة يجيكم القوامة مليح وتقدروا انكم تتحكموا في الكميات على الفارينة او الدقيق الابياد سنضيفها وكما تلاحظوا هذه العجينة ما نعجنوها فقط نجمعها باستعمال الملعقة ولا اليد حتى تعجنوها هاكده سنتحصل على هذه القوامة كما راكم تجدو عجينة طرية وبعد ما راح نتشكلوا كوريا سنتشكل معكم بكل سهولة بلا ما تلسق لكم في اليد وبعد ما نكمل سنقوم نقسمها الى نصفين سنضيفها الى نصف الاول نغلق عليه جيدا يعني هاكده باستعمال الملعقة ونضيفها على جهة ونضيف القسم الثاني في كيس اخر وبعد ما راح نبدأ ونشكلوه في الحلوات اذا كما رأيتم هذه الحلوات سيكون لديها الشكل دونات لذلك سنستعمل هذه الملعقة الخاص بالدونات يعني لديها الشكل الاسوارة يعني لبراسلي سنقوم بحكم العجينة سنقوم بكل كوريا 30 حتى 35 جرام بالنسبة لي اعطيتني حوالي 50 حبات حلوة اذا كنتوا حابين انكم تنقصوا في الكمية ولا تنقصوا في الوزن تقدروا انكم توصلوا حتى 30 جرام يعني كل حبة يجي فيها 30 جرام تعاجين والناصيحة اللي نقدر نعطيها لكم هي انكم لازم تختموا يعني على حسب الحبات اللي عندكم فمثلا اذا كان الموت تعاكم في 6 حبات تحلوة راح ينتقسموا 6 كوريا فقط وتحتفظوا بالعجينة في الكيس يعني هكده بش العجينة تعاكم تقوم حافظ على القاوة متاحة يعني تقاطرية ما تنشفش معاكم وتجيكم بزاف هيلة وتقدروا انكم تشكلوها بكل سهولة في هذك المول اما بالنسبة لطريقة التشكيل فهي طريقة سهلة جدا كيما شفتوا نحكم كوريا من العجين نديرها يعني في سطح العمل نشكلها على شكل حربوش وبعد راح نحطها مباشرة في المول بالنسبة للمول تقدروا تستعملوا اي مول متوفر عندكم في المنزل ماشي شرط انكم تستعملوا هذا لكن هذا يجي الشكل تاعه بزاف هيل فبعد ما نكمل ونضغط على الحلوات جيدا نحاول انها تكون كاما نفس الارتفاع هكذا بشي طيب لكم سوى سوى وتجيكم الحبة تاكم متقونا راح نجيب صينية لتدخل الفرن ونحط الحلوات الطيب في الفرن على درجة 180 حتى تدي تحميلة خفيفة من فوق هكذا تعرفوها بلطابة راح تاخد معاكم موقت ما بين 20 حتى 25 دقيقة نخلوها الطيب مليح ونمروا مع بعض نحضروا جوز الهند اللي راح نزينو به الحلوات تاعنا اذا بالنسبة للتزيين راح نستعملو جوز الهند اللي يكون محمص يعني راح نعطيكم احد البناء بزاف هيلة فرح نعطيكم طريقة كيفاش تحمسوه على النار تقدروا ايضا تستعملو في الفرن يعني تحمسوه في الفرن لكن نفضل طريقة على النار لانه طريقة سهلة سريعة وتقدروا ايضا انكم تتحكموا فيها من شي كما الفرن يعني تحطوه وتخلوه يقدر انه يتحرق معاكم فوجد ديرو راح تحطوا ميقلات تحطوه فيها كمية عجوز الهند على النار لتكون قليلة يعني قليلة كامل وتبقى وتحركوا فيه يعني كما يقلوا سميت على طمعنا تبقى وتحركوا فيه بهذه الطريقة حتى يدي هذا اللون الذهبي الرائع في هذا المرحلة راح ننزعوه مباشرة ونحطوه يعني في انا اخر لانه اذا خلطوا في نفس الميقلات راح يزيد الطيب ويتحرق معاكم اذا بعد مرور حوالي 20 دقيقة الحلوة تعنا خلاص راحي طابت كما راكم تشاهدوا يعني دات لون ذهبي رائع من فوق سنضعها في سطح العمل ونجدها تبرد تماما حتى تبرد مليح وننزعوها من هذا المول كما قلت لكم الحلوة دعوها تبرد مليح لانه اذا نزعتها مباشرة بعدما تخرجوها من الفرن ستتكسر معاكم وتتفتت ويتخسر كامل شكلتها دعوها تبرد جيدا في هذا المول وبعدما تبرد مليح اذا بعدما نكمل المرور مباشرة المرحلة التزيين بالنسبة للتزيين كما شفتوا سنستعملوا جوز الهند المحمص تقدروا انكم تعودوا بالمكسرات وهو كوكو محمص ومرحي سنستعمل ايضا المرباة المشمش عندي هنا يحاول اربع ملاعق كبيرة سنضع نفس الكميات هذا المرباة عسل كما تعرفوا الحلوة مشيحة يعني استعملنا فيها نصف كأس فقط فسنعسل الحلوة بهذا الخالط المرباة والعسل يعني ستكون حلوة مشيحة كثيرا ويجيب الكثير من الناس بعد ما كنا خلطنا الكميات على المرباة مع العسل سندخلهم في الميكرو اند ولا تقدروا ايضا تصخنهم على النار يعني لازم يستخنهم ليح باش هذه الحلوة كاملة تشربهم لانه الحلوة راه بردة وهذا الخالط يجب يكون ساخن هكذا باش تشرب يعني نحط الحلوة التاعية حاولوا انكم لا تضغطوش عليها بزاف لانه هذه الحلوة تجي الدوب في الفم كما شفتو فيها اربع سافار تحبة بيد فتخيلوا معايا كيفاش تجي طرية وتجي الدوب في اليد قبل الفم كما يقولوا نحط هذه الحلوة مباشرة في هذه الخالط اللي مبين العسل والمرباة على المشماش وبعد نحطها مباشرة في الجوز الهند نغلفها جيدا كما راكم ترون فقط يعني طبقة خفيفة لا تديروش بزاف وبعد نتحصل على هذه النتيجة في الاخير كما راكم ترون يعني الحلوة تجي بزاف والشكل التحي يجي راقي اذا كما شفتو طريقة التزيين سهلة جدا واقتصادية يعني ما فيها لا شوكولة لا تزيين ليكون سعيب لولو راحين فقط تحكم الحلوة تحطوها فيها الخالط تعليفها المربا والعسل تخلوها مدة ثلاثين ثانية تشرب شوية مليح وبعد راح تحطوها في النواة كوكول اللي يكون محمص وهذه الحلوة تحكم كما راكم ترون اذا نكمل كامل الكمية بنفس الطريقة وكما راكم ترون هذه النتيجة الاخيرة اللي كنا تحصلنا عليها اذا نكمل ندير الكيسات ونطلقها في طبق التقديم بش نشوف مع بعض النتيجة النهائية اذا كما راكم ترون هذه الحلوة اللي كنا حضرنا عنه اليوم حلوة سهلة بسيطة اقتصادية والاهم انه راح تعطيكم كمية كبيرة يعني هكذا تقدروا انكم تحضرها في المناسبات مثلا عيد الكبيرة قريب تقدروا انكم تحضرها في النجاحات تعال بيوم تعال باك يعني حلوات تحمر الوجه بزاف نيناء صدقوني يعني اللي راح يدوقها عندكم راح يطلب منكم الوصفة ننصحكم تجربوا هذه الحلوة اذا عجبتكم لا تنسوا انكم تشاركوا الوصف مع اصدقائكم ايضا تشاركوا مع اي طبيقاتكم في جروبنا على الفيسبوك و على انستغرام كما تحبون ورح نقسم معكم هنا يا حبة باش تشوفوا القوامتها كيف الجدائر كما راكم تشوفوا الشكل التحيجي راقي ومن داخل شوفوا كيف تدوب في اليد قبل الفم يعني بزاف طرية بزاف خفيفة ومشربة اذا ما أبقى علي اغير نقول لكم تهالله فيروحكم بزاف بزاف نتلاقى في وصفة لاحقة مع السلامة